مجموعة المجلات اللي هنشوفها قدام حضراتكم عندنا الأهرام العربي رسالة مصرية من أزربيجان وأرمينيا دبلوماسية السلام الدولي الافتتاحية تونس من الساحة إلى الدولة والحقيقة الكلام كله على تونس وده مقال الساس جمال كيشكي رئيس التحرير بيقول نحن أمام خمس رسائل مهمة وفاصلة تستطيع من الشعب التونسي والمحيط العربي والدولة توقف أمامها ودفعها إلى الأمام خصوصا أنها تجربة مهمة في إثبات القدرة على الانتقال من مرحلة الساحة إلى مرحلة الدولة وأرمينيا زميلتنا العزيزة في السازة سوزي الجنيد وكان سيدة الرئيس زار أرمينيا وزار كازاخستان والحقيقة كانت زيارتين موفقتين في هذا الإطار فالسازة سوزي الجنيد كانت موجودة من ضمن الوافد الصحفي الموجود وكتبت في هذا الإطار وطبعا كانت سبقت الزيارة زيارة الدولتين كانت سبقت زيارة الهند وفيه برضو دكتور هندو سلطان كاتبة زيارة الرئيس السيسي للهند وأزربيجان وأرمينيا تعكس توجهات السياسة الخارجية المصرية الجديدة وزي ما كنا بنتكلم على معرض الكتاب لأستاذ حسناء الجريسي بتقول إقبال جماهيري كبير على الدورة للـ 54 بلغ على الزوار أكسب من مليون زائر وتخصيص ندول لكتاب الكاتب الفرنسي رونالد لومباردي عن الرئيس السيسي وفيه واقع جديد في فلسطين وملف جديد في هذا الإطار المصور القضاء على الإرهاب والاحتفال بالنصر كيف حققت مصر المعجزة في سيناء زي منا العزيز الأستاذ أحمد أيوب وكل الزملاء في مجلة المصور خلاج الفرن الأستاذ هاني ممدوح الأستاذ أحمد أيوب كاتب هو فيه وطني هو فيه وطني يبيع نفسه على الهوى وبيقول إنه الحقيقة هو كاتب مقال في منتهى الأهمية المؤكد أنهم حول هلاف المصيرين داهم من الوعي ما يجعلهم يدركون حجم يجري في بلدهم من بناء وتعمير وتضحيات من أجل أمن وأمان الموطن وتحدي الصعاب وبيتكلم كلام عن العملاء ما سمهم العملاء في هذا الإطار القضاء على الإرهاب والاحتفال بالنصر كيف حققت مصر المعجزة في سيناء تحقيق مروة سنبل ومنار عصام في هذا الإطار الشرطة النجاحات التي أفسرت مخطط نشر الفوضى وزملائنا لها دكتور سيد محمدين بيتكلم في هذا الإطار وشيرين صبح وأشرب السعربي بيتكلم عن كرنفال المصيرين الثقافي ومعرض القاهرة الدولي للكتاب الشباب يتابعهم وليار شخص حول العالم موشاو اسمه الحقيقي أسامة منفصل بيتكلم على موشاو اسمه الحقيقي أسامة منفصل بيتكلم على حاجات معينة بيتكلم عن أسامة نبيها لأهل لم يحسم الدوري والزمالك يمكنه المنافسة في كارسة شاهدات جامعية مزورة بتلاتين ألف جنيه ورشدة الدكتور غدا خليل لنجاح مشروعك الريادي والعالم الكبير الدكتور أحمد إبراهيم ينضم الكتاب لكتاب الشباب وفي الزكاة الصناعية دكتور أحمد إبراهيم عثمان دكتور جامعي بجامعة الملكة بإنجلترا ومقدم مدمج علم تيوب بيتكلم عن الزكاة الصناعية إلى أين في هذا الإطار وحوار سارة علي عبد الرحمن الدكتور محمد حمزة كلهم هو رقم غير آمن مهما كانت فوائده وستاذ محمد شعبان شريف أكرم عيسوي رضوة أحمد مغوري وتصوير استاذ محمد شعبان بيكلم عن إصنع نجاحك بمشروع ريادة في هذا الأمر شكرا لمجلة الشباب في هذا الإطار لهم مننا كل الشكر والتقدير عندنا مجلة لزارة المزيون مايا دياب بتحب الستات القوية وحصارة دبلوماسية الرئاسية في سبع أيام شراكات اقتصادية والستثمارات جديدة مع تلات دول معرضة كارتدولة الكتاب كرنفال مصر المكافحة التطرب بفنون الإبداع والثقافة والحقيقة بتتكلم برضه عن جورة دبلوماسية الرئاسية في سبع أيام أستاذ موسى الجلال له مننا كل التقدير والاحترام في هذا الأمر وكارت العيش للقطر الدولة دبطأ أسعار الخبز والاستاذ ذهباء حسن في هذا الإطار له مننا كل التقدير والاحترام شكرا لكل الزملاء في الإزعاء والتلفزيون الشباب المصور الأهرام العربي له مننا كل التقدير والاحترام طبعا مجلة روزان يوسف لها منك ونتقدروا الاحترام بيزدنا